مجزو ثارثة أهلا بكم البداية بملف رئاسيات السبع سبتمبر الجري حيث انطلقت اليوم عملية تصويت لرئاسيات السبع سبتمبر لدى جاليتنا الوطنية بالخارج لاختيار رئيس للجمهورية من بين المترشحين الثلاثة لرئاسيات في عملية تدوم إلى غاية السبع سبتمبر انطلقت اليوم إذن عملية تصويت لرئاسيات السبع سبتمبر لدى جاليتنا الوطنية بالخارج لاختيار رئيس للجمهورية من بين المترشحين الثلاثة لرئاسيات في عملية تدوم إلى غاية السبع سبتمبر حيث انطلقت عملية تصويت بباريس وسط توافد لأفراد الجالية في ظروف تنظيمية محكمة وهذه الصور عن مجريات العملية الانتخابية من مدينة مارسيليا بفرنسا التي انطلقت بها عملية الاقتراع لأفراد جاليتنا لانتخاب رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مترشحين حيث تم تجهيز عشرين مكتبا للاقتراع موزعين على محافظتين بمرسيليا بهيئة ناخبة تزيد عن ستين ألف ناخب ونبقى في فرنسا دائما حيث تجري عملية تصويت لدى جاليتنا المقيمة ببردو في أحسن الظروف التنظيمية بعد أن سخرت القنصلية الجزائرية هناك كافة التجهيزات والموارد البشرية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي هي صور كما تتبعون إذن عن استجابة المواطنين من الجالية الوطنية ببردو لواجبهم الانتخابي في اليوم الأول من العملية الانتخابية الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة ليلة الفرنسية من جهتها أدت هي الأخرى اليوم واجبها الانتخابي حيث كل الوسائل اللوجستية والبشرية مسخرة لضمان السير الحسن لهذا الحدث الانتخابي الهام قنصلية بوبيني شمال الشرق باريس كانت هي الأخرى في الموعد لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية من أجل الإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الانتخابي المركز الذي يحوي 15 مكتب اقتراع من المنتظر أن يعرف إقبل 80 ألف مسجل خلال العملية الانتخابية الممتدة إلى غاية السبع سبتمبر الجالية الجالية الجزائرية المقيمة بإسبانيا من جهتها شرعت هي الأخرى اليوم في أداء واجبها الانتخابي حيث السير الحسن يطبع هذا الموعد الانتخابي الهام والأجواء ذاتها طبعت سير العملية الانتخابية بالعاصمة الألمانية برلين التي شهدت توافد الجالية الجزائرية المقيمة هناك في اليوم الأول من عمر العملية وسط ظروف تنظيمية محكمة وهذه السور عن مجريات العملية الانتخابية من العاصمة البريطانية لندن حيث انطلقت عملية تصويت الجالية الجزائرية المقيمة هناك وسط إشادة بالسير الحسن لهذه العملية الانتخابية الهامة وعقارب الساعة لدى جاليتنا بإيطاليا تضبط على إقاع فتح مكاتب الاقتراع هناك حيث التنظيم والسير الحسن يسهمني في إنجاح هذا الموعد الانتخابي أبناء الجالية الوطنية المقيمة بإسطنبول لبون نداء الواجب الوطني عبر توفدهم على مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس للبلاد موعد انتخابي وحد بين أبناء الوطن الأم رغم بعد المسافات من جهتهم شرع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بأستراليا ونيوزيلندا في أداء واجبهم الانتخابي لرئاسيات السابع سبتمبر حسب توقيت البحلي وكلهم تطلع إلى غد مشرق وجزائر متقدمة ومزدهرة وجالية المقيمة بدولة الإمارات العربية لم تتخلف عن الموعد إذ توافدت مع افتتاح مركز الاقتراع لأداء الواجب الانتخابي واستظروف تنظيمية محكمة ساهمت في تسهيل سير العملية الانتخابية هذا وتوافدت الجالية الجزائرية المقيمة بقطر منذ الساعات الأولى لنهار اليوم إلى مركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس للجمهورية خطوة أولى في بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي وبالجارة الشقيقة ليبيا يتوافد أبناء جليتنا إلى مكاتب الاقتراع للمشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي وذلك وسط ظروف تنظيمية محكمة وبالجارة الشقيقة تونس تتوافد منذ ساعات الصباح الأولى جليتنا هناك للمشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي وكلها أمل بغد أفضل حيث سخرت سفرة الجزائرية بتونس كافة الإمكانات اللوجستية والوسائل التقنية لضمان السير الحسن للعملية وفيما تنطلق العملية الانتخابية لدى جليتنا الوطنية بالمهجر تدرك الحملة الانتخابية يوم التاسع عشر حيث نشط المترشحون وممثلوهم العديد من التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية لعرض وشرح برامجهم الانتخابية ورشح وجبات القوى الاشتراكية يوسف أوشيش نشط تجمعا شعبيا بولاية بجاية أكد فيه أن توفير منصب الشغل لفائدة الشباب يعتبر أولوية في برنامجه الانتخابي من خلال تشجيع الاستثمار في عدة مجالات كما تعهد بالعمل على مواءمة التكوين والتخصصات التي توفرها الجامعة مع احتياجات سوق العمل في الجزائر من جهته نشط إبراهيم مراد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون تجمعا شعبيا ولقاءات جوارية في كل من ولايتي بشار والعاصمة حيث دعى مراد إلى التوجه بقوة إلى صندق الاقتراع والتصويت لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون بهدف استكمال مسيرة الانجازات التي شرع فيها خلال عهدته رئاسية الأولى أما مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن الشريف فنشط تجمعا شعبيا بولاية بسكرا وتحضيرا لعملية الاقتراع بالمكاتب المتنقلة الموجهة للسكان البدو الروحل بالمناطق النائية لولايات جنوب وأقصى جنوب البلاد انطلقت اليوم بولاية تندوف قافلة أول مكتب متنقل للانتخابات الرئاسية سوب منطقتين الكحال واشناشن والتي ستنطلق فيهما عملية التصويت قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع وتحصبا للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم السابع سبتمبر 2024 أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تدابير خاصة سارية عبر كامل بلديات التراب الوطني وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة أسد سبتمبر 2024 على الساعة الصفر إلى غاية يوم الأحدث من سبتمبر 2024 على ساعة الخامسة صباحا يتعلق الأمر بأولا تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة ثانيا غلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها ثالثا منع سير مركبات نقل البضائع وكذا سهاريج الوقود رابعا منع نقل البضائع عبر السكاكي الحديدية كما تعلم مزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن الأنشطة المتعلقة بسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذا الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه غير معنية بالتدابير سالفة الذكر وستتواصل بصفة عادية ومنتظمة خلال ذات الفترة في تعاون وبتكليف من رئيس الجمهورية حل وزير الشؤون الخارجي والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة بكين للمشاركة ابتداء من يوم غد في أشغال دورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الافريقي الصيني هذا الاجتماع الوزاري يندرج في إطار التحضير للقمة الافريقية الصينية الرابعة التي ستعقد يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري تحت شعار بناء مستقبل مشترك لافريقيا والصين وهي القمة التي ستعمل على تقييم التقدم المحرز في تجسيد مختلف برامج التعاون والشراكة بين دول الافريقية والصين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكذا تحديد أهداف جديدة لعلاقات التعاون والشراكة وفق نهج يستجيب الاحتياجات وتطلعات الطرفين وعلى هامشة أشغال هذا الاجتماع الوزاري من المنتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفريق نهاية الموجز مشاهدين والعودة إلى زميل عبدالغاني خربوش ومتابعة ما تبقى من برنامج ما بعد المنتصف